بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم صباح الخير الزول في الله ونحبه يبقى البنتي من شاء الله الفيديو تاليوم تلقاكم بخير وعلى خير كما راكوا تشوفوا هنا معايا بديت معكم الوصفة وعلى الفيديو تاليوم بهاد الباتفايتي اللي راهي مستفى متبقى قدامكم كيمة دراوت بيانسور هنمتنون جد الباتفايتي لشهر رمضان مبارك انشاء الله يدخل علينا بالصحول هنا ونتقسم معكم طريقة تال الباتفايتي حنخدمها هنا بكيلو فارينة 1 كيلو 2 فارين هو هاد كمية اللي حنديرها اذا حبيتوا تخدموها بنصف الكمية 500 كرام كنت خدمتها معاكم من قبل في القانت ولكن اليوم حابة نخدمها بكيلو لانه صراحتنا حنزيد نخدم معها انكو بلو زوفا انا العجينة مورقة نستعملها بزاف في شهر رمضان ارغو هنا عندي نحط الخل الابيض ولا الفيناقر بلان اللي حيلعب دور يعني يعطي لون شباب العجينة المورقة تاعي ويخليها شداروها لانك في كيلو فارينة نحطو 3 كوياق اسوب دو فيناقر بلان الخل الابيض اذا ما توفرش عندكم الخل الابيض معليش تقدر ديرو حتى الاحمر عندي نص كاس تاع الزيت ما يعادل 100 امل تاع الزيت يعني 100 ميل لتر تاع الزيت ما يعادل اي كاس تاع شاي عندكم ديروه الزيت عنا مغير فا تاعشا بخسك معمرا تاع الملح ولا انبتت كوياق كافي بيان بيان مونبي والا باش جي بنينا لابت تعنا مجيش مسوسة وفي الطياب لكل اغتاحا جي شابا هلو هادو هما فقط المكونات اللي نديروهم لادة خمت تعنا العجينة المورقة تعنا الاباغي هادية ولالعجينة اللي ولاني مبدو بها واسمها لادة خمت كنت قدمت لكم من قبل العجينة المورقة اللي كانت اول فيديو حطيتها على قناتي منذ سنوات ووقتكم كامل الشرح المفصل تحها وزيت عاوت لكم ينوتكم فيديو يعني اباغي شي مختصرة وليوم زي نتقاسمها معكم هنا البنات عندين بدنلم بالماء بارد الماء هنا لازم يكون بارد باش من بعدها لادة خمت تعي تكون باردة وكي نختلها لبعو دوفيتاج هنا يعني ما هيش يعني حتعاون هادك لبعو دوفيتاج باش يقعد لي الداخل كما راكو تشوفو راني نلم العجينة التاعي بالماء بارد نروح بالعقل والها جس بشوي بشوي حتى نتحصل على عجينة شادة روحة مليحة ما تكون شادة روحة يعني مزيرة بزيف وما تكون شطرية بزيف ليش من بعدها كي ندلو لها لبعو دوفيتاج اللي حنحطوه لها يعني اجي سواسوا الناس اللي ما عندهم مش لبعو دوفيتاج يقدروا يستعملوا الزبدة لبعو يعني ولكن يدخلو في المجمد يجمدو شويا من بعد يخدموا بها عادي كأنو بردوفيتاج لانك الناس اللي ما توفرش عندهم لبعو دوفيتاج صرتوا في بلاد المهجر أنا أعطيت لكم يحلوك وتقلوهم عليه بلوز يغفا من قبل ودرتوها وجربتوها وجدتكم بات فيتي ماني فيك كي ما راحين شوفوا معي في يعني في الفيديو تعليوم ان شاء الله دونج هنا كي ما را كنت شوفوا رانين اللي مب شوية ونتحسس في العجينة لازم تكون ايوم بات كي ما قلت لكم ما لازمش نخليها تجرى ما لازمش تجرى في دي تقعد شدة روحة هذا هو القوام اللي حبيت نلحق له دونج نتخلص من هذيك العجينة زيدة في دي ونحن نفصل لديها هكذا راني وجدت لدي تقوم بتاعنا اللي كي ما شفتو اختمناها كيلو طع فرينة حت خرج لي كمية ما شاء الله تعال عجينة مورقة حسنا اللي حاجينا هنا لميتها خليتها دو كوته ونروح نفرق نفرق اللي بلان دو تخافي تعي رايحة من نحي هذك هذيك البوواق راح نحي هذك الفاز نحاول ندير شوية اسباس لانو هذ الكمية كيلو طع فرينة رايحة تولي لي كمية ما شاء الله كي نفتحها وندخل فيها لبغ دو فيتاج دونج نسحق الاسباس ونسحق المكان يكون فارغ دونج كي ما راكوا تشوفوا هنا معايا ودجت لدي تخم بتاعي هايليك نفررش جست شوية على فارغين من كترش الفارغينة جست فلورة دو تخافي تعكم بلا فارغين هايليك العجينة ما تحتاج بزاف العجن جست ما يعني تولي ليس وتولي شابة اللي يقول لك اللي موها برك سيفو يعني اسفة لانك لو تلميها بوكي مزرها مكسرة رايحة تدخل يعني تتشقق منها زبدة تا التوراق لما نبدأ نخدموا منها دونج الموها دو فاسون يعني تكون الدو فيا ليس لاباتتاكم لابول تاعي هايليك نعمل فيها بالموس هاد العملية فتحة من وفتحة من زائد نديرو زائد لبلوس كنت هدرت معاكم بتفصيل في هاد الامر في الفيديو الاول تا الاباتفايتي ومن بعدها نبدأ نمشي هادوك الحواف اللي تلاقي يعني اللي تلاحقت لهم ووالا نمشي هم بيان سورتو هادو ما اللي بوانت نفتحهم تخي بيان ودوركا عندي بور ان كيلو دو فارين عندي سينسون غرام دو بردو فيتاج وش احنا ندير انا كنت نخبطها ولكن نقدر نعطيكم حل باش ما تكسروا شو وديرو الحس وبركا عندكم ببيرا قد ولا انزان كبير مريض تسكرفجو لبعدو فيتاج تعاكم كيما هاكدا نستامل شير فارينة فوق عاديك الاغاب باش هكدا يعني عملية شوية مزعجة ما ما بوم عليش تعاون الزبدة تعنا كيما راكو شوفو انطمها هاكدا راهي اه يعني هويتها ما نقدرش نحطو هاكدا او مقصو لانه من بعدها ما نقدرش نخدمو ومنمشوها في لابات فالا نوح نقيد ديان نغسلهم مليح ما نجمش تكون فيهم الزبدة نمسحهم نرشهم شوية فارينة ونبدأ نطبق العجينة التاعي كيما راكو تشوفو نغلق على هاديك هاديك الكميات تعلو بور دو فيتاج يعني دخلنا بور دو فيتاج فلا ديتخون بتاعنا نتحصلو على هاد الابات دوركا نبداو نمشو في لابات كيما راكو تشوفو جيست تابوتين وجو نقول لكم في البداية عمركم اتروحو تمشو الحلالتاكم ولا لغولو باتيسيتاكم دياركتو مصينو حات تقطع العجينة وتخرجوكم الزبدة ويروح كلش تابوتين خبط بركا ذاك اللي اقول لولا ذاك الحلال من بعدها كي نحس بلي نقدر نمشي بالحلال ولا نبدأ نمشي بشوية كي نشوف يعني نعاون نروح بشوية فارينة نمشي العجينة نطلح شوية الفوق باش نزيد نربح ليس بس ولا سيلوفو ما متبقوها ما كان حتى مشكل اكو حطين يعني الفارينة ما تخفو والو شوفو هناك يكون الماء بارد للميت به العجينة العجينة تاعي يعني تولي تمشي فاسي الماء وما تخرج لي ولا نقطة تاع الزبدة منها شوفو نفتح نمشي هنا راني يعني راني نسربي في هذيك الزبدة في العجينة راني نمشيها في كامل اطراف في العجينة دول مقصود من هاد لتوغش هادا احنا اليوم فتحنا العجينة اول مرة كي ما را كنت شوفو هاي اللي كرا هي نطبقها من تحتها باش نقدر نزيد نفتح ندير لدوبل توغاش لدوبلو توغ باغدو نطوي العجينة منا زيد من الفق ونعاود نغلقها نطويها هادا يقولولو ان دوبلو توغ يعني طوي مزداوج فوالا الفتحة توجو غعلي منا كي ما را كنت شوفو نعاود نفرش الفارينة والفتحة هادا كالوفيرتور توجو غوات توجو غوات توجو باش ما يتلفلكم شنو تغاش تاكم دونك نزيد دوركا درنا دوبل توغ درنا زوج دوارات ونروح دوركا نزيد ندير لها زوج دوارات اخرى باستان بولو توغاش توجو جي تابط أكو غو الوباتيسيا كي ما عاقد دا غير نخبط وشاك فو نرفض البتحة تاعتها باش نتأكد انها ما لسقت ليش في بلان دو تخوفي توغي واذا خرجت منها نزيدها اذا كان الحال سخون معكم او كوزينتكم سخونة او لا تقدروا تدخلوا هاد الابات الفريجدير او الكنجلاتور تشدروا حا شوية من بعدها تكملوا العملية ولكن على الشرط انكم في كل مرة تغلفوا الابات تعكم باش مديركم شادوك التشقوقات مدير شادوك يعني التشقوقات ليقدروا يخسروا لكم كامل هاد الخطبة دون كراني افتحت الابات تعيبولا دوزين فوا كما را كنت شوفو افتحتها بالطول ونزيد ندورها باش نزين نفتحها بالهرد الهدف انو لازم لمشي الزبدة في كامل اطراف العجينة نعاود معاكم دوركا لدوبلو توق تاني شوفو نطبيها نجيبها في النص الجيها الفوقانية كيف كيف نزين نجيبها في النص فالا انسو ديها بيا ونعاود نطبيها فالا هقداراني تحصلت على دوزين دوبلو توق توجوق توجوق تتفكروا انو اللوفيرتين والفتحة تكون على اليمين هاي اللي كدرك اهنا درنا دوبلو توق كما شفتو ودركا مابقا الغير نزيد ان تخوزين توق سامبل يعني نزيد ندير دورة سامبل واحدة يعني انتو اي بورتو درنا دوبلو توق انتو سامبل زوج دورات ودورة واحدة هاقدار تحصل على امبات فوتي مانيفيك شو قولكم كي تحطوها وتقطع لها قدامكم كأنكم كما قدكم نطويتو دي دغا دي دغا بلون يعني في البلون اه ضايمة يعني تغيركم احدى النتيجة وهدي يعني احسن طريقة تعجينة مورقة مضمونة اه سيلا غاوست يعني كلاسيك اه الاصلية وشو نقولكم الاصلية اعمركم ما تديروا هالطريقة اذا تبعتوها وتغلطوا فيها ولا تخسر معاكم العكس كي يمزاف سيدات اللي داروها معنا ونجحوا واحدة اللي حتى ولو ما ميخدموا منها ويباعوا هاو اليك الدورة الثالثة اللي هي السامبل يعني نطويتها في الواسط ونزيد نكمل نغلقها هاقداراني تحصلت على العجينة الورقة تعيفة من بخمس دقايق وراء دكرة حنقسمها معاكم في الواسط باش تشوفوا معايا لفيتاج اللي كامل نحبو متحصل عليه شوفوا لي عديك العجينة المورقة كما يقول لك الصورة تعبر عن حسن تعبر خير من هدر انا وشو نقولكم هادي هي العجينة المورقة وهذه هي تعطيكم النتائج الوهمية نقول لكم وهمية لانه اي حاجة تدروها بهذا العبات فيتي تخرج لكم روعة هادي العجينة المورقة هادي تغلفوها بالفيلم اليمانتر شوفوا لي الله الله ما شاء الله هاديك اللي فيتاج هاديك تورق وطريقة كما شفتوا السهلة تغلفوها فيلم اليمانتر اذا حبيتوا تخبوها في المجمد رايت قد حتى الست شار اذا في الفخيجي دا عندكم 3-4 شوق ماكسيموم انا في عاتيك ندير عجينة مورقة نسرق منها طرف وندير لاكوكا لانه في الدار يحبوا لاكوكا هنا عندي بصل قطعتو هكذا جوانح وحطيتو طيبتو في شوية تازد نخلي البصل تعيدو بمليح بيزر نديرو تكتوكا عادي بصل فلفل طماطيش اللي عندكم كان يديرو غير بصل طماطيش انا نحب ندير فيها دوقتا الفلفل ودفا يعني يكون قاعدتنا تكتوكا كنديروها ايبا نزدو نديرو لها نديرو بها لاكوكا قطعت البصل قطعت الفلفل لراهم يتقلوا هم اللولين وفي الاخير نزيد لها لاكوكا تكونش قطعتو جوانح كما راكو تشوفو وطماطيش دوكا ما شاء الله راه يعني شابة كم اللي كانت ليامة اللي فاتو راه يشبب بل بزاف دوق نحب نطيب بها كتكون هكذا حمرة على رغم طيب كل شاكدة كما راكو تشوفو بصل فلفل طماطيش نحطو ميتقلوا مليح تكتوكا عادية تقدر امام يعني تديري لها تديرها غير بصل طماطيش كما قلت لكم بيانسر تكتوكا هادي ولا لا فاقس نديرو لها الملح نديرو لها الفلفل عكري ولا التابريكا نديرو لها شوية تعالي زيب دو بروفنس ديرو لها ورقة تعالي زعيترة لوتا نديرو لها ورق الرمت انتو موش عندكم انا نديرها فلفل عكري وكادلك نديرها شوية تعالي لاتومات كونسانتخي ولا توماتيش تعالي الباطا باش جيني بنينا ندرت لها اي بيس فخوماش اللي تلقاوها بيانسر عندما خلت علي بابا لانو هاد اللي بيس فخوماش راني يعني 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 يعطي ندوق شباب في كامل اللي فاقس اللي نخدمها ودونك تكتوكا تعنا نطيبوها ونخلوها بيانسر لازم نتبرد باش نقدرو نديروها فلفل عكوكا تعنا موركم نطيبوها وديروها فوق العجينة ويسخونة حا تقطع لكم لاباتاكم وما تخليهاش يعني تتفيتا ما تخليهاش تطلع راحي تصعب لكم الخدمة يعني كومبا بوسبل تخدموها وتحطوها تبرد فالا انا كنكملت رحيتها جلي اشي ولا جلي يعني ميكسيتها في الغوبو فالا باش هقدر تولي الليس باش ميقاتش يعني هادك الفلفل والطوماتيش تحصلت على هاد الليس باستخدامة للصوص او الفرس طاع الكوكا نفرشها حاتيت فوقها لطبقة تانية بيانسر الكوكا ما تحتاج منكم كامل تفرشو ني بابي كويسون ني تزبدا ني ويلو غين دو تول لانو هي فيها كميالة باس بها تزبدا أجل خطوط فقط نقوم بضع الماء و قيمة الأزيتان حضر السحن فقيمة الخلط الخلط بمقاطق الفرن يجب أن يكون سخون لبنات لا تحب الفرن يكون سخون و لا تحب بالنسبة للناس الذين كانوا يشاهدون بفرن المسان الذي اديته على ميسي ميسي إلكتروميناجي قالوا لي بصح ما عندناش لتساعة كنت قدمت لكم هذا الفوق لا تخيص منه عند ميسي إلكتروميناجي يعني لي ما ياخدش مكان بالنسبة للناس اللي له غالب لكن الفرن المسان يجب أن يكون مكان في اللوجيا في البالكون في التراث لا تقدروا تحطوه في الكوزينة وهو يطلق سخانة كبيرة كنت قدمت لكم من قبل نحاول نديلكم أغابل على هذا الفوق ماتريكس إلكتريكس ستنفوق إلكتريك بالمروحية تاعه يعني تقدروا تخدموا به يشعل من الفوق ومن تحته وممتون فيه الفنتيلاتور يطيب بالحرارة بالمروحة لتحقوا هناك تحقوا هادي هي الغالب كي لا تقدروا من تلقوا إن شاء الله حل من هاد الفرن ماتريكس من عند المسان إلكتروميناجي فهي 46 لتر وكين حتى ماتريكس من الفنتيلاتور فهلا كوكا تعنا جاتكي ماتع البورنجي اللي نحبوكي نخرجو نشوفوها وناكلوها شوفوها كيفاش طابت من تحتها كيفاش طابت من فوق أنا هادي سنيوة اللولة درت به هازوت سنيوة سنيوة اللولة ما درت لهاش الزيتون وعمرتها في خوماج لأنه البنت يحب هادي سنيوة اللولة أما سنيوة الثانية قبل ما نجوزوا سنيوة الثانية اللي درتها يعني تخاجيسون اللي درتهب زيتون وما درت لهاش لفخوماج شوفووا اللي البنت الحبة تعالى كوكا كي ترفضوها كيفاش طايبة شوفو اللي انتحة كيفاش يجي طايب الناس اللي عندهم فرن المسان يطيبوها في فرن المسان هي طيبة روعة واللي ما قدروش يجيبو فرن المسان كين هادا فرن ماتريكس في زوج من عند ميسي إلكتخو ميناجي كون دلتكم عليهم دي فيديو تقدروا تشوفوهم من قبل هادي سنيوة الثانية قد كوم درتها تخاديسيونال شوفو هادي درت لها غير لعفاص ومدتلاش فخوماج شوفو لي التورق ما شاء الله مفخيمون يعني كوت قادر نديرها فيوتي كتر بكتر ولكن لها كوكا ما نحبهش جي طالعا بزف جي فونسا كدام عندها متزد دونك حلوها رقيقة متخافوش حلوها رقيقة لأنها شبعة تورق لباتفايتي كي تتخدم الشبعة جيكم ورقة وحلوها رقيقة متخافوش نتمنى إن شاء الله أنكم تديروها وتجربوها وتبعو تولي تطبيقاتكم على الانستغرام تهلافر وحدكم نحبكم بزف وسلام سلام